السلام عليكم. اشرب مية. اشرب مية. الحمد لله. هاشربنا مية. الحمد لله. نكمل بقى. الفيديو ده تكمل الفيديو اللي فات. اللي هو كان بداية في الافتر ايفكتو. ازاي بيسهل علينا الحياة كلها. طبعا مش شرط ان انت تتفرج على الفيديو اللي فات عشان تشوف الفيديو دوت. لكن يعني لو حسيت نفسك مش فاهم شوية روح اشوف الفيديو اللي فات الاول. يلا بينا. وطبعا يعني ما يصحش ان احنا نكون بنتكلم عن وما نتكلمش عن الوجل. فهاجي هنا مسلا هاضغط على الوزيشن وهكتب وجل جي. الوجل ظهر لي. فابدأ ان انا اعمل كده. وابدأ اديله البراميترز. البراميترز بتاعت الوجل سهلة جدا. اول حاجة انت عايزه يوجل كام مرة في الثانية. يعني مسلا مراتين في الثانية. ثاني حاجة انت عايز الوجل يكون بقيمة ايه من القيمة اللي موجودة. يعني مثلا خلينا نقول مثلا خمسين بيكسل. نعم رد الانيميشن بتاعنا. هيبدأ ادينا الشكل داوت. لانا خليته مثلا عشرين مرة في الثانية. كتير قوي في وقت قليل. اخلي الثانية مثلا عشرة. المسافة قلت والفايبريشن قلت. لكن الحركة كتير قوي قوي في نفس الايه. في نفس الثانية. يعني عشرين مرة بيتكرر الانيميشن في الثانية. طبعا الموضوع ده حلوة جدا. خصوصا لما تكون بتحرك ليرز كتيرة. خلينا مثلا ناخد الوجل ده كده. لو انا عملت هنا على البوزيشن وامتجاي من ايدت هتلاقي فيه كوبي اكسبريشن انلي. ده مش هياخد البوزيشن هياخد بس الاكسبريشن. فلو انا جيت هنا وامترامي كوماند في هيرمي لي بس الاكسبريشن على اللير ديت. نضح زندوت اتعمال له وجل. الحلو في الموضوع ان انت لو عملت دابلكيت للليير ديت. وجبتها هنا ودابلكيت تاني للليير ديت وجبتها هنا وجبت دابلكيت تالت وجبتها هنا. هتلاقي الليرز كلها بيحصل لها وجلز مختلف عن التانية. يعني ما فيش حاجة بتتحرك بشكل شبيه للتانية. طبعا انت لو هتعمل انا ميشن دوت هيطلع عينك كل شوية تدي كي وحاجات زي كده. ده الوجل سهل جدا رقمين بتديهم. من الحاجات اللذيذة بقى خلينا نخفي دولات كلهم. من الحاجات اللذيذة بقى ان انت ايه برضك تزاود الموضوع شوية بشوية سلايدرز. فانا هاجي هنا اقول له دوت الماجنيتيود مثلا. وهاجي هنا اقول له دوت الفريقونسي. يعني اول واحدة دي هتبقى هي الرقم دوت اللي هو تلاتين. تمام? والتانية هتبقى اثنين. فخلينا نكتبهم حالا. تلاتين والتانية اثنين. وهنا جاي هنا على تلاتين. ومعلم على تلاتين دي. وزي ما احنا تعلمنا هقوم ساحب ديت وامراه على السلايدر. وامساحب التانية دي وامراه على السلايدر. وتأكد ان القوز بتاع الوجل مقفول. انا كل ما انا عملته هنا. خلينا نعمل شوية مسافات كده عشان نفهم الدنيا كويس. بدل الارقام لتنين والتلاتين خليتهم سلايدرز. لازم لازم اتأكد ان القوز يكون مقفول. ايه انا عملت سلايدرز بقى. عشان افرد انا عايز الانيميشن دوت يجي هنا عند الثانية ديت ويبدأ يقف. هقوم جاي هنا بكل بساطة قم ادي كيل اللي اتنين دولت. هضغط حرفي عشان اشوف الكهات بتاعتي. وقوم جاي هنا. وقوم جاي عامل الفريقونسي زيرو مسلا. هتبصت لقي ده بيتحرك وبعدين فجأة هب سبت. عايز انا اعمل موضوع وقوم بردك واخد المجنيت يو ده خليه زيرو. فجأة هبصت لقي بدأت الحركة تنعم وتقل وتقف. يعني الانيميشن المجنيت بيبدأ يقف 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 و بعدين يقوم ايه اعمل كده. طبعا الميزة برضك ان اقدر اشوف الانيميشن بتاعي لو انا شلت الاتنين دولت شلت الكهات ديت اقدر اشوف الانيميشن بتاعي في نفس الوقت وانا شغال يعني مثلا هنا خلي دي تسعين. طبعا لو خلينا ده كورتر. اقدر اشوف الانيميشن بتاعي لو خلي دي مثلا ستمية. على طول مش كل شوية قعد افتح وقفله تاني. طبعا قللت هنا عشان اقدر اشوف بسرعة. حاجة تانية ممكن تعملها ان انت تعمل نل وتقوم واخد دي على النل. وتخلي الربط بتاعك للسلايدرز على النل. بحيث ان انت ازا جيت هنا مثلا وخدت الكيوب الصغير دوت خلينا كيوب صغير. وبعدين جيت هنا وقمت واخد القيمة ديت وقمت رابطها. بالنل طبعا لازم تضغط كده وبعدين ايه تنكة هنا. وتقوم ساحب على نمبر تو وتقوم جاي. وتقوم ساحب هنا على دوت. طبعا لننسيش نحط الاخر عشان نقفل الدنيا. ليه انا عملت كده? عشان يبقى التحكم في كله من النل. فلو انا جيت هنا واخد دكا بيه. وجيت على التانية هلاحز ان انا لو انا بعمل كده هلاحز ان كله بيتدار اتحكم فيه من هنا. هنخلي العشرين دي مسلا تسعين. هتلاقي كل الانيميشن بيتم تحكم منه في مكان واحد بس. حلو قوي الفكت ده بيعمل جود البان كده. بس ده ببساطة الوجل وازاي تتعامل معيه? انا دايما اتعاملي مع الوجل بالشكل دوت. ان انا بعمل سلايدرز وبربطه عليه. سهل وبسيط وسريع. خلينا ناخد كل الكل السمول كيوبس دي. ونعمل لها دابل كيت. ونقوم سحبينها فوق مسلا هنا. خلاص انا عندي اناميشن يعني مجاني يعني. ومن الحاجات المهمة جدا في الاكسبريشنز اللوب اوت. تمام? فانا مسلا عندي اناميشن هنا بالشكل ده. هضغط هنا alt. واضغط على مفتاح الحركة. وبعدين اكتب جوه لوب. فابصل ايه فتاح لك لوب ان لوب. احنا يجبين لوب اوت. نضغط عليها. وهنا هتكه shift واعمل العلامة التنصيص ديت. وهبدأ اختار ما بين الوبشنز ديت. فانا هاخد مثلا في البداية هاخد cycle. بس كده. هقدر اعمل الانميشن. هتبص لائي بيعلي الانميشن يرجع للنقطة الصفر ويعيده لي. يرجع للنقطة الصفر ويعيده لي. فهو هنا بالضبط قوي. بس ممكن يزبط اكتر مع الروتيشن. تعالوا نختار حاجة تانية غير cycle. مثلا بنج بونج. هتبص تلاقي بيروح. وبعدين يرجع. بيروح. ويرجع. ويرجع دي فكرة اللوب. طبعا كل دوت انا اعمل الانميشن في اول ثانية بس. وبعدين الانميشن بيتم تكراره بالشكل دوت. تعالوا ناخد مثلا اوفست. هنبص تلاقي الانميشن عندنا بيكمل. بيضيف بنفس القيمة اللي كان ماشي عليها قبل كده. وبيكمل له قدام. وهكذا مفيد او اللوب او دوت في ايه? مفيد جدا 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 في الوق سايكل. فانا عندي هنا بالشكل دوت. لكن انا عايز اكرر الانميشن دوت كزا مرة. فانا اقوم جاي احطت دوت في اهو بالشكل ده. وامجاي اعمل هنا وامقال له فانا عايز اعيد دوت كزا مرة. فزي ما احنا تعاللنا اقوم عامل ايه? اقوم عامل هنا. وامكاتب جوه لوب اوت. وبعدين اقوم جاي هنا وامعامل سايكل. فابدأ الاقي الانميشن بتاعي بيتعاد. لكن ناخد بالنا من البلينك اللي حصل ده. البلينك ده انا بعمل ايه? لان انت لو جيت في اول في اول فريم هنبص لقي الفريم بتاع الانميشن هنا. بانتهى عند واحد ثانية وفريم. لكن لو دخلنا جوه هنبص لقي اخر الانميشن لما انا بسحبه بايدي كده بانتهى عند واحد ثانية بس. فانا اقوم جاي هنا اقوم راجع فريم وامدي كي هنا واماسح الكي دوت. بحيث ان هو يلوب بس الثانية الاولنية مش الفريم اللي فاضل. وبكده الانميشن بتاعي بدأ اتعمله لوب وما فيش اي مشكلة في الموضوع. مهم جدا يعني ان انا الحاجة البديلة دوت هنكرر نفس الكمبزيشن دوت تلاتين مرة مثلا اللي انا عايز اعمله. لكن ده بيسهل علي الموضوع جدا جدا جدا. اللوب او اده اختراع السنين. اخر حاجة عندنا اكسبريشن لزيز جدا وممتع. خلينا بكل بساطة كده نعمل لير تيكست. ونفتحها من جوه ونيجي هنا عند التيكست وبعدين نضغط alt ونعمل في السورس ونكتب. ايندكس. اوكي هو طبعا هيزودها لي. ايندكس. ده كل انت هتكتبه. لاحز ان هو كتاب لي رقم واحد. لكن انا ازا سحبت اللير وشدتها لتحت. هبص ليه بقى رقم تلاتة. طب ايه اللي بيجرى? الرقم دوت هو الرقم اللي هنا ده. اللي هو ترتيب اللير في وسط الليرات. فالرقم دوت مهم جدا بنقدر نعمل بيه حاجات كتير جدا خزعبالية كده. هنتكلم فيها بعدين. مهم جدا هو بيعرفك الرقم بتاع ترتيب اللير في وسط الليرات. فوسط اخواتها. تعالي نشوف من الانيميشن اللي عندنا هنا. ده بوكس بيظهر. بيش اي حاجة فانسية يعني الموضوع بسيط جدا. هاجينا في اللير اللي بعده هنا. هعمل نفس اللي احنا عملناه. اجي في الاسكيل. وقام ضغط alt. واسحب الاسكيل ده على الاسكيل ده. فقال لي زيزكم مش عارف ايه خدلي الاسكيل دوت هنا. هاجي في الاخر انا هقوم كاتب dot value اوكي. value at. هيجيبلي value at time وقصين. value at time دوت هو بيديني value في الوقت اللي انا بحدده له. يعني انا مسلا لو قلت له value at time واحد هيجيبلي الوقت هنا. value at time اثنين هيجيبلي الوقت هنا. value at time zero هيجيبلي الوقت هنا. خلينا نجرب كده value at time zero نكتب زيرو مسلا. طبعا خفالي البوكس لان عندي زيرو ما كانش في حاجة لكن لو انا كتبت واحد هيظهر لي البوكس. طيب. انا استفدت ايه من دوت ان انا لو كتبت time هيعميلي نفس الانيميشن في نفس الوقت. لكن انا عايز الانيميشن بتاعي يطلقت بعد دوت. فهبدأ ان انا اطرح من ال time دوت رقم. فلو انا عملت من ال time دوت فطرح لي ثانية من الوقت ده. فلو انا عملت الانيميشن كده بالشكل ده. فتلاقي الانيميشن حصل بعد ثانية بالزبط. لكن لو تفتكروا احنا قلنا لو احنا عايزين نحول من السواني للفريمز بنقسم على الفريم ريب بتاعنا اول اللي هو هنا على خمسة وعشرين. فمعنى كده ان انا خليته فريم واحد. فازا انا عملت كده. هتلاقي في دلي فريم واحد خلينا نخليه مثلا. ست فريمات. فكده قدرت ان انا اخلي الانيميشن يحصل بعد ست فريمات من اللير اللي فوقي. انا عايد بقى اكرر الانيميشن دوت على بقية الليرز. فممكن هنا استخدم الموضوع بتاع الانديكس اللي انا قلتلكو عليه. لان انا لو كتبت هنا انديكس مكان السيكس ديت. كتبت انديكس. معنى كده ان هو هيشيل لي الرقم دوت وهيحطي لي رقم كام? اتنين. ولو كتبت في اللي بعده انديكس هيشيله لي ويحطوه لي رقم تلاتة وهكذا. فانا هعمل انديكس واقول له مثلا في تلاتة مثلا. بحيث ان انا اعظم الرقم بالاتنين ده خليه ست فريمات. فاللي بعده هيبقى تلاتة في تلاتة هيبقى تسعة. اللي بعده هيبقى اربعة في تلاتة في هيبقى اتناشر هيبقى دليه اتناشر وهكذا. كلنا هعمل له ده دلوقتي زي ما احنا معودنا خلاص. هو معامل وهاجي هنا وممعلم على دول كلهم. واقول له كنترول في. ولو انا بصيت في هنبص لقي الاكسبريشن نزل. ولو عملنا الانيميشن بتاعنا هنبص لقي ايه اللي بيجرى? اللي يا رب تظهر بالترتيب وراء بعض. طبعا انت ممكن تعمل الانيميشن ده وبين انت تاخد الانيميشن ده الكوبي وبعدين انت تتحرك اللي هيارات وراء بعض. والكلام ده كله. بس افرد بعد ما انت عملت كده افتكرت ان انت اه انا عايز اجي هنا. وامكبر البوكسات. وبعدين اقوم جاي هنا. وام صغرة خالص 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 خالص. وبعدين اقوم جاي هنا. اقوم عامل كده مثلا. وبعدين اقوم راجع هنا اقوم جاي عند مية اخد الفريم ده الكوبي. فبص لقي الايه اللي انا عملته حالا حصل من غير ما ارجع اعيد كل من الاول. مهم جدا الموضوع دوت وانا هقول لك الحاجة تانية اجمد كمان. خدنا احنا بالنا من اخر حتة دي اللي هي وبطرح منه الانديكس بالتلاتة اخد الحتة دي. هي انديكس في تلاتة على خمسة وعشرين. مثلا طبعا لو انا عايز اخلي بتاعي اكبر فانا بزود الرقم تلاتة دوت. هاجي هنا ده هو انيميشان بسيط جدا لروتيشن. ده انا عملت لده الروتيشن. والكيوب اللي بعده ده مربوط عليه. مربوط عليه كبيرنت يعني. والكيوب اللي بعده مربوط على ده يعني ده مربوط على دوت. وده بتاع دوت. اللي هو المعتاد بتاع اي بونز او شكل بتاع تيل مثلا او اي حاجة. فده مربوط على اللي قبله. وده مربوط على القبله. وده مربوط على القبله. وهكذا. فازا انا عملت الانيميشن فده اللي بيحصل لي. طبيعي يعني ما فيش اي حاجة فانسي. فهاجي على اول واحد وقوم ضغط كده. وقوم ساحب برضا الجايب الانيميشن بتاع الروتيشن بتاع الاولاني. وهو معامل بيست اللي اللي انا عملته. لكي اخب بالك هنا في دوت. فهلاقي الانيميشن بدأ يحصل له دلي. نفس اللي احنا متعودين عليه. هقوم اخد. كابي اكسبريشن ونجي على الليارات التانية دي. وهاجي على التلات الليارات الاخيرة دي. وقوم اعمل بيست الانيميشن. شوف بقى ايه اللي جرح حالا. لو نقوم تجاه كله كده. شوف بقى ايه اللي بيجرح حالا. عمل دلي في الروتيشن واحدة ورا التانية ورا التانية ورا التانية. رهيب جدا الموضوع ده. انت لو جيت هنا وامتعامل كده. هشوف ايه اللي بيجرى. انت بتحرك في نفس الوقت. يعني لو مجاي ماشي كده شوية وامعامل كده. هبوص لقي الانيميشن بيتحرك. انت عملت دلوقتي. يعني الموضوع بقى في قمة السلاسة وفي قمة الايه السهولة. طبع مفيد جدا الموضوع دوت. لو انت عايز تعمل تيلة. لو انت عايز تعمل آنتنة. عايز تعمل اي حاجة بيحصل فيها دلوقتي بالشكل دوت. يا جماعة سهلة جدا 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 هي حاجة مجاني. انا عن نفسي لما بتزني باستخدمها. يعني انت مش محتاج ان انت تكون رايق كده وفايق عشان تبدأ تستخدمها. لا انا باستخدمها يمكن اكتر بفكر فيها اكتر. اول ما بتزني. اول ما حيث ان انا عندي كتير وحيث ان في حاجة. يلا يا عم دور على بحيث ان انا ازبط الانيميشن بتاعي. انا دايما وجهت نظري ان الرسم بيساعد في التحريك. والتحريك بيفهمك الرسم. عشان كده تلاقييني دايما بتكلم في الاتنين مع بعض بما بفرقش مهمين حاجة او التانية. الدراسة الفنية بقى اشيء اساسي الاتنين. عشان كده هتلاقي بلاي لست دي فيها كل حاجة. محتاج ان انت تعرفها عشان تبدأ الرحلة بتاعتك ان انت تتعلم الرسم. والانيميشن. شير ولايك بقى عشان نقدر نزل فيديوهات كتير من النوع دوت. ولو في اي سؤال خلونا نتكلم على الجروب بتاع الفيسبوك. اللينك تحت. ها اصطفقنا؟ اي سؤال على الجروب الفيسبوك. نميشنجيب ما على الفيسبوك. اشوفكم على خير. سلام. سلام.